ما سر المثقف العراقي دعم الفقير يعني قوة يدب برقوتة وانت تعرفهم أكثر من عني شوكت تطهم قطع عراضي شوكت تطهم مناح شوكت تحسين معيشة يمكن مو المثقف العراقي يعني تذري انت كثير من المثقفين مثلا شعراء وأدباء هم أطباء ومهندسين ويعني متمكنين ومقاولين وضباط جيش يعني كبار ولكن الفقر يصيب الفنانين عادة ننظر إلى الفنانين اللي تعودنا نشوفهم كل يوم بألق عالم مخملي جميل رائع جدا ومتج على الحقيقة تلقيه يعني أدركته حرفة الأدب كما يقال أصابه الفقر خصوصا بعد الـ 2003 وقلتها أيضا أمام دولة رئيس الوزراء بحضور بحدود ستين فنان قد ما أطلق دولة رئيس الوزراء منحة الدراما أن السبب هو عدم وجود شركات إنتاج لو أقل شركات إنتاج ستخلق أدة مسائل أولا المنافسة ثانيا جودة الإنتاج ثالثا تحسين أوضاع الفنان المالية تحسن من وضعه المالي سيكون عنده أكثر من مردود مالي وعندما يكون مجغول مع عمل ويؤرض علي عمل آخر سيطلب السعر الذي يقنعه فغياب شركات الإنتاج الحل الآن لحال الحل التقيت مع كثير منهم ودولة رئيس الوزراء مرحب بهذه الفكرة أنه يا إخوان كونوا مجموعة وأسسوا شركات الدولة تدعمكم الحكومة تدعمكم الحكومة تريدكم أنتم جزء مهم من تاريخ العراق الثقافي المعاصر من تاريخ العراق الفني المعاصر أسسوا هذه الشركات أخذوا على سبيل الاقتراض من الحكومة تمولكم تمولكم وأنجحوا بهذه الشركات ويصير تسويق داخلي وخارجي أنا أقصد إرادة لهم سكن قطع عراضي أكو بتوجهات وزارة الثقافة أن تعطي لي ما عنده قطعة أرض على أقل تقدير من المثقفين الرواد أن تمتهم يعني هذا توجه أن تطلع موظفها لأن تتدري كثير من المثقفين كثير من الاتحاد الأدباء ونقابة الصحفيين والفنانين ما موظفين فأن تغطي وزارة مثلا أربعين أو خمسين ألف يعني ما باستطاعتها أما عدد موظفيها يمكن يعني خمسة عشر ألف أو سبعت عشر ألف يعني هذا العدد لأن بعض منهم راح إلى بعض الوزارات ممكن أما أنت ثلاث أو أربع أضعاف هذا العدد ممكن يسير عن طريق الاتحادات والنقابات أنه نقابة الفنانين نقابة الصحفيين نقابة أدباء وحقيقة الحكومة هذه الحكومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر